والمرح والسكن والسيارة والبناء والأرض الزراعيات كل ده ضرورة ولكن ايه المقصد؟ ايه المقصد؟ المقصد ان احنا نقيم الدين في حياتنا نقيم الدين في أولادنا وفي نسائنا ما فيش مقصد آخر يعني من أول ما نصحل حد من نام يشغلنا هذا الأمر اللي نشغل بهذا الأمر يكون عنده الدين عند سكرات الموت يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله من كان آخر بكلامه لا إله إلا الله دخل الجنة موضوع ما فيش فيه فصال موضوع واضح الله سبحانه وتعالى ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليبين الإنسان كيف يعيش كيف يعبد الله سبحانه وتعالى كيف تقضى حبته في الدنيا ده مقصود الأنبياء كلهم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وهذه الطاعة تحتاج أول حاجة الاستماع بعد الاستماع الطاعة بعد الطاعة يأتي الإيمان الإيمان ليه أعمال وله مقتدر ما فيش إيمان بدون أعمال أنا مؤمن يعني أعمل يعني عندي تكليف عند أوامر الله سبحانه وتعالى الأوامر والتكليف إزاي كما جاء بيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم فعيش بين العلم وبين الإيمان لأن بدون هذا العلم الواحد يعبد الله على جاء فكأنه معصاوه العياذ بالله فطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم هي النجاة البشرية بكلها المترجم للقناة